موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم تاني وبنهنيكم وبالعيد وعايزة النهاردة أتكلم في شوية معاني صراحة مازلنا في العيد أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى كنت منزلة بوستن بارح على الصفحة ففجأت بكم من ناس اللي مش عارفة يعني إيه يوم القر يعني إيه الأيام دي لسه في عبادة خلاص بقى عارفة راح وخلاص ده بقى رحنا العيد كده خلاص يعني خلاص يعني نعمل إيه تاني لا فيه حاجات كتير جدا العيد التلات أيام التشريق يوم القر اللي هو اليوم اللي 11 بتاعي مبارح يوم القر أعظم أيام الله أعظم يوم يوم عرفة ثم يوم النحر ثم يوم القر وسمي بالقر لاستقرار الحديد في منا أو منا تسمى الناس بتقول مش منا ده منا منا تحقيق الأمان وأيام التشريق بقى ليه التلاتة بقى اللي هم البقين اللي هم المفروض واحد واثنين النهاردة التاني وبقرة الثالث آخر يوم أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى فرصة فرصة أن أنا أتقرب إلى الله في الأيام دي بجد أو بجد تعالوا كده ما أقول لكم الأول يعني أما الله يوصي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى هنتكلم بقى في الحتة دي سيدنا معاذ بن جبل كان بيعد أفضل العبادات على الإطلاق هي عبادة الزكر وقال كده ما عمل آدمي عمل أنجى له من عذاب الله يوم القيامة من ذكر الله تعالى قالوا يا أبا عبد الرحمن ولا الجهد في سبيل الله قال ولا الجهد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيف حتى ينقطع خلاص يموت لأن الله تعالى هو استشهد باب الآية في كتابه ولا ذكر الله أكبر يبقى ذكر ربنا حتى أكبر من الاستشهاد إحنا يعني عارفين أن الذكر حياة القلوب وطمأنة للقلوب وسكينة القلوب ألا بذكر الله تطمأن القلوب تمام الزكر لربه يا جماعة ما بيخافش من حد لمن مخلوق لجن ولا إنس ما بيخافش بتجد قلوب الزاكرين شجاعة كده ومقدامة ومتوكلة على الله سبحانه وتعالى عشان كده المجاهدين في سبيل الله شجاعات جدا العلماء والمصلحين اللي بيأمروا بالمعروف وبيانوا على المنكر وبيقولوا كلمة الحق دول يخافونها في الله لو ما تلائم والظن فيهم أنهم أكثر الناس ذكرى لله سبحانه وتعالى العمر كله يا جماعة حق علينا لله سبحانه وتعالى إن احنا نذكر الله ونشكر الله في كل وقت وحين فما تجيش أقول العيد لا وقال لكم بعض الشبهات اللي بتحصل في موضوع العيد وعشان يعني يتأكد الحديث في الأيام المباركة الذكر ده حديث اللي هو أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى من كان صائما الحديث اللي في روية أحمد من كان صائما فليفتر فإنها أيام أكل وشرب الأيام المعدودات دي اللي احنا فيها واشكروا الله في أيام المعدودات هي دي أيام الزكر الواحد بيستحب إن هو بعد كل عبادة أو الله سبحانه وتعالى يأمرنا في çıkام كل عبادة بالذكر حتى بعد الصلع زكر بعد الحج زكر دي سنة الله سبحانه وتعالى في كل العبادات جعل أعقب كل العبادة ذكر الله سبحانه وتعالى الصلعة زيما قلتلكم بعدها وتعالى القرآن زكر فإذا قضايته من الصلاة فأذكر الله قياما��ονى وعلى جنوبكم صلاة الجمعة فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون بعد الحج نفس الكلام فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره حتى كان يقول إن الزكر الدعاء في الثلاث يام دول ربنا أتينا في الدنيا حسنة عشان الآل جاب بعدها ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النام الزاكر لربنا سبحانه وتعالى في الفترة دي وفي الآيام دي ماقولش بقى دعيد ومش خلاص خلصنا لازم نذكر الله والثاني لا يفطر من ذكر الله يتدبر الذكر اللي بيقوله بلسانه ويفهم معناه ده يساعده على خشوع القلب والتأثر به وإحنا هنقول كلام جميل جداً جداً لابن راجب الحنبالي وبنقول أيل إيه في الموضوع ده أول مرضود من الذكر أول حاجة تعود علي من الذكر صلاح القلب يبقى أنا لازم أفهم المعنى اللي أنا بقوله زي ما قال رسول عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى يبقى أنا أفهم الذكر أنا بقوله تعالوا ما أقول لكم الحتة بتاعت الحافظ ابن رجب رحمه الله لما قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم بيفصر قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى قال إن الأكل في أيام العيد والشرب يستعان به على ذكر الله سبحانه وتعالى وإن أنا أشكر ربنا سبحانه وتعالى على تمام النعمة اللي هو عطاني يبقى يستعان بيها على الطاعات والله سبحانه وتعالى في كتابي بالأكل من الطيبات والشكر الله سبحانه وتعالى فمن استعانى بقى بنعم الله يقولك بقى أكله شربه وإحنا بنعمل مش عارفه على المعاصي فقد كفر بنعمة لا مش كفر الكفر اللي هو لا كفر بنعمة بنعمة الله أي بدلها كفر جات له نعمة فبدلها كفر فبيقولك الأمر ده جدير أن تسلب منه النعمة والعياذ بلان دعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتم علينا نعمه ظاهرة وبطنة قوله أمين وربما كانت أكثر ذكرا من بعد بني آدم بقولي البهيمة اللي أنت بتقولها دي وانت دبحتها وبتستعان بيها المفروض على طاعة رحت بيها لمعصية والأمر ده في المسند مرفوع رب بهيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب بهيمة خير من راكبها وأكثر له منه ذكرا كنت مرة في مكان مع أخواتنا وطلعين من مسجد وبتاع وبعدين لقينا أخت كده كنا بتصلي صلاة الترويح بره فجي صرصور عارفين الصرصور الجميل حطوا صرصور للبنات لقى الدنيا بوزق وبعدين في الصلاة وبتاع تصف باز وفيه اللي وقف وفيه اللي كذا فقام جاء أخت موتها دعسها الصرصور ده عشان الناس تكمل صلاة يعني ريت أخت تانية بتقول لها الكلمة عجيبة جدا جدا كنت لسه حديثة عهد بتوبة يعني فبتقول لها يا أنت موتت الصرصور قلت لها أنا عايزاك تسبحي بقى زي ما كان بيسبح فرب البهيمة اللي أنت بتستعين بأكلها على معصية الله سبحانه كانت أكثر ذكرى لله كل ده لفضل الذكر يا جماعة سواب عظيم جدا جدا وجد بعض الأدلة على فضل الذكر في الحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه زي الحي والميت واحد حي ده بيذكر ربنا والتاني ميت ميت وموات القلب هو يعني أصعب شيء على روح موجودة ونسمة كده موجودة على الأرض أن تلاقي واحد قلبه ميت مش حاسب حي لا بيفح زي بالناس ولا بيزعل مش حاسب قلبه ميت فعلا قال الله تعالى يا أيها الذين أمانوا لمين للذين أمانوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم يبقى الذكر لما نعمله صلاة الله لنا رحمة احفظه صلاة الله عز وجل علينا رحمة هو الذي يصلي عليكم يبقى الذكر أخره أخره صلاة لربنا ورحمة من ربنا في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى بيقول أنا عند ظن عبدي به يا رب نحن نظن بك الظن الحسن يا رب وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ده حديث قدسي وإن تقرب إلي شبرا تقربت إلي زراع وإن تقرب إلي زراعا تقربت منه باع وإن أتاني يمشي أتيته هروا الله ما جعلنا منهم قولوا أمين كل ده سوا بالذكر ألا أنبعكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم كان لفتة جميلة جدا جدا للشيخ السعدي بقول لم يذكر من أسماء الله في الحديث ده إلا المليك للملك المليك اللي هو مين إلا أنت هتقف تتحاسب عنه فاذكر عشان يوم الحساب مين الملك اللي بإيده كل شيء فذكر اسم الملك المليك في الحديث عشان بس يذكرنا الزكر هينجيك من كل الحاجات دي وأرفعها فيه درجاتكم وخير لكم من إعطاء الزهب والفضة والأموال وخير لكم من أن تلقوا عدواكم فتضربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم إيه بقى؟ ذكر الله سبحانه وتعالى أبو الضرداء كان بيقول إن الكل شيء جلاء يعني وضوح وإن جلاء القلب نوره كده هو ذكر الله سبحانه وتعالى كل دي فوادي الزكر أوه مضيحة في الأيام دي أيام ذكر الله تعالى خلال الله سبحانه وتعالى يرانا في الأيام دي من الزاكر إن الله كثيراً والذاكرات قوله أمين ولا تطع مين يا رب من أغفلنا قلبه عن ذكرنا القلب متقف مش حايز بحاجة واتبع هواه وكان أمره فرطة ملكوش جعب الناس دي روح مع الناس اللي دايماً بتذكرك بالله ما قولش عيد بقى وجلسة أنس بقى وخرجة ما عرفش فين وهنعمل إيه والخيمة لا مش عايزيني الكلام ده خالص هو واحد ضيع الأيام الجميلة العشرة ومازلنا في فضل الأيام دي إن برحب أقول لكم كان في تعليقات كتيرة واحدة كلمتني على الخاص بتقول لي يا دكتور هلأ الأول مرة أسمع عن يوم القر ده قلت لها أعظم يوم عرفة والنحر ويوم القر والدعاء فيه مستجاب والدعاء في الأيام اللي إحنا فيها مستجاب ياللي فاتكو عرفة استغفروا الله إن شاء الله من كونش منهم واللي فاتكو أي وقت للأدعية المستجابة هو عندك الأيام دي أيام دعاء واستجابة بس تذكروا الله طب أحوال الزكر إيه عندي ذكر اللسان استغفروا الله لا إله إلا الله وأكبر الله وإكبر الله وإكبر لا إله لله وإكبر الله ده ذكر الزن ذكر القلب لا مش كده خالص الله أكبر آه يبقى قلبي متيقن إن الله هو العظيم هو المعظم هو المنزة هو أكبر من يومي ومن الدنيا ده ذكر القلب الله أكبر ولله الحمد لك الحمد كله ولك الشكر ده حل القلب لما أجي أذكر باللسان بيبقى أن يقول ليس لأ يبقى لسان معيني ده أضعف بياختع ليس600 على فكرة وذكر القلب درج أما ذكر القلب واللسان فتطبئه الجوارح وعندي ذكر الجوارح يا هنانا ويا سعدنا يوم لما نذكر ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا ولسننا ويبان على جوارحنا طب إيه هي أنواع الذكر بصوا أنا عندي ذكر الأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إيه زي ما بقول إيه أذكر الله سبحانه وتعالى ونعمه وقلائه وإحسانه كل دول وفي ذكر أسماء الله الحسنة بدعوا ربنا وبسني عليك لك الحمد يا رب يا كريم لك الحمد يا منان لك الحمد يا وهاب لك الحمد يا لطيف ذكر الإسم وصفة وبحمد الله سبحانه وتعالى عليها تاني ذكر ذكر الأوامر والنواهي والأحكام وأنا مطالبة به حقيقة الذكر يعني أزاي يوصل المرتبة العالية اللي يكتمع فيها لساني وقلبي وحالي المعرفة اليقنية لما تعرف الله سبحانه وتعالى هيؤدي للذكر الحقيقي انشغال القلب بالله سبحانه وتعالى يؤدي للذكر الحقيقي. لكن استغفر الله. استغفر الله. أعماله. استغفر الله. استغفر الله. لساني بيقول خلاف اللي عيني شايفها. خلاف قلبي ودماغي بيفكر فيه خالص. ده مش صح. لكن ذكر لسان مع اجتماع القلب. مع حل الجوارح تأيد الذكر ده. شروط الذكر النافع بقى. هي إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. المعرفة دي هتؤدي إلى إيه؟ الحب ربنا. ما أنا ما أعرف ربنا هحبه. ولما حب ربنا هعزمه. ولما عزم ربنا سبحانه وتعالى في قلبي. يخرج الذكر من اللسان بالتعظيم القلب. ويتحرك اللسان بحرقة القلب المتيقن بحب الله. فتلاقي الإنسان خواشة. وتلاقي الإنسان تقوله ربنا يقوله حاضر. يقول لك حاضر. يقول لك حكمه من الأحكام حاضر سمعا وطاعا يا رب. مش بقى المجدلات. وبقى الناس اللي عملها ما شاء الله عملها تفتي. والناس اللي عملها تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وتنكر فروض ربنا عشان ههوى النفس. آه هو ههوى النفس ده جاي منين؟ من الغفلة. الغفلة عن ذكر الله نتيجة لاتباع ههوى النفس. وزي ما قلنا حقيقة الذكر معرفة الله سبحانه وتعالى. وتفكر في حال نفسي. يبقى أعرف ربنا بالحاجات اللي احنا قلناها دي. وبعدين تفكر في أحوال نفسي. ايه أحوال نفسي؟ الأفعال. الحاجات اللي حصلت معايا. أفكر كويس جدا جدا. ايه الأمر ده وتؤثر على قلبي. ورده بيردد بيه ولا لا؟ بفكر كويس قوي قوي. عشان لا أظن أبدا استغفر الله استغفر الله. إن في قدر من أقدري لا ليس في صالحي. لا والله كله خير. وفكر كمان كويس جدا جدا. اللي أنا أصبت بيه من ألم هنا. آه ده كان عشان يمنعك طغيان هنا. واللي أصبت بيه بمنع في المكان ده وفي الوقت ده. عشان ربنا يحفظك من تطول أو معصي. أحكي لكم قصة على الموضوع ده. كان فيه بنت من البنات. قابلتني مرة وهي كانت بتبكي بكه شديد جدا. وهي بتبكي كانت بتحكي عن موقف بتقول أنا عايزة توب. وأنا عملت نصيبة. وبعدين حصل من ربنا رسالة ليها. بس هي ما فهمتهاش. بتقول قد راح أعمل معصية. وخلاص راح أعمل معصية ومعصية كبيرة. وهي راح أتعمل معصية انكسرت. انكسرت وقعت من على السلم ورجلها انكسرت. وبتقول قعدت ثلاثة يام في البيت. وبعد كده قلت أنا رايحة للمكان ده تاني وعمل معصية. ولما حصل طبعا حصل لها فتح جزء للأمر. وبعدين فقت واستغفرت وقالت له أنا ما فهمتش الرسالة بتاعتك. واستغفرت تقول ليه يا توبة. إن شاء الله احنا نعمل اليوم حلقة كاملة. يبشروا. يبشروا عشان الفتاوى اللي نزلة في موضوع التوبة من الكبيرة. ولما واحدة زوجها استغفر يعمل كبيرة وتعرف أو هي تعمل كبيرة وزوجها يعرف. الأمور دي لها إيه؟ ونشوف القطر الشرعية لها عشان ما نسبش الدماغ. لا أهو مقدر وما عملش. نشوفها الله سبحانه وتعالى عمل إيه؟ وقال لنا إيه وأمرنا بيه. أوعيبكم كده إن شاء الله. يبقى بتفكر في أفعال الله سبحانه وتعالى. وهو عتظن أن اللي حصل لك ده. لا ده كان منعك عشان تعملي أمر معايد. قدوا الله سبحانه وتعالى يا رب نفهم رسالي الله سبحانه وتعالى. وتفكر في أحوالنا صح. في تفكر في ملكوت السماوات والأرض. لا ستتفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقين عزمنا. تفكروا قالوا ربنا ما أعزمك. تفكروا فقالوا ربي ما أحكمك. تفكروا فقالوا ربي ما أرحمك. ليه؟ شايفين عظمة ربنا سبحانه وتعالى. في كلمة شهيرة جدا لابن القيم عايز أقولها لكم. قال إن الله سبحانه وتعالى خلق النفس شبيهة بالرحة عارفة الرحة اللي بتدول في الدائرة بتاعتها دي لا تسكن ولابد لها من شيء تطحنه هي عملت دور كده ولازم حاجة بتطحنها جوه الرحة دي زمان كانوا بيطحنوا الأمح فيها فلوضعت فيها أمح وطحنته هيطلع لك دقيق ولوضعت فيها تراب وحاسه هيطلع لك تراب وحاسه مطحون قال دي النفس النفس بتاعتنا دي هي للمفروض تبقى زي الرحة ولو تعطلت تتعطل النفس فبيقول إيه بقى ابن القايم إن الأفكار والخواطر اللي بتيجي في النفس هي بمنزلة الحب ده اللي بتضع في قلب الرحة والأفكار والخواطر دي بتقعد عارفة ما تفضلش على فكرة والخاطرة ده بصت لها ما شاء الله بتتطور وهي بمنزلة الحب اللي بيضع في الرحة دي فإما شغالة وتطلع لك دي حلو تتنفع به إما هي معطلة ويطلع لك توب وحاسه وزلط لا تنتفع به فتتصور بقى قلوبنا إنها بتتفكر طول الوقت طول الوقت ولو وضعنا فيها أفكار جيدة وتفكر في الله وفي معية الله والحاجات اللي ربنا بيرضاها هيطلع لك الحب الجميل في ناس يا جماعة اللي بتطحن الراحة دي حب هيخرج لها إن شاء الله حب واللي بتطحن دقيق هيطلع لها دقيق ينفع به طب الكلام الفاضي هيطلع لها كلام الفاضي التفكر بيكون في آيات الله الكونية والتفكر في آيات الله الشرعية ما من الحكم الشرعي ده ده حصل كذا ده لما الله عز وجل قال على السرق والسرقك عشان نمت وقال على الزنا عقابك عشان وقال على حكم الزواج وحكم الطلاق كل الكلام ده هو خير وبعدين في تفكر في أمثلة الله الله عز وجل يضرب الأمثلة في القرآن بيضرب الأمثلة للناس لعلهم يتفكرون عشان نتفكر فيها زي مثلا إيه زي المثل ضرب الله مثلا في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الزمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيء بص الله سبحانه وتعالى بيستور زي موطننا شيء مادي بشيء معنى السراب دي ظاهرة معروفة في الصحر الناس ماتشة وعطشانة فيشوف الرمل عنكس أشعة الشمس عليه فيشوف الرمل كأنه مية هو كده قليل الخبرة بقى واللمخ صغير يبقى فاكر ده مية ويحلف بالأنا شايف ويحلف باللو وهو شايفة كده ليه كل تفكيره قيده لكن ساعة ما يروح هيرقيها سراب صور بقى حال كل الناس كده اللي بتمشي وهي عطشانة ونفسها خلاص نفسها ممتلقة عطشانة يموت عايز يشرب ولو ما يروح للصراب ده مش هيجدوا ماء أبدا ما يجدوش يجدوا صراب دي هي نفسها الصورة اللي احنا بنعيشها في حياتنا دلوقتي سبحانه وتبص تلاقي ناس في كل مكان تلاقيهم بيختلفوا في المسير إلى ربنا سبحانه وتعالى وشايفين صراب وتحلفلك ده من الصراب تجري ورا دنيا تجري ورا حب زائل محرب أو محبوب ومحبوبة وتقول دوت كده في الحرام مش في الحلال بس هو صراب الناس ديت بعد فترة الحب دوت حينطف فيها وتتعدل وتنسى وتقول ده ما كانش حب ده ما كانش حقيقة لأننا نسيت عبادة ربنا ونسيت أننا نطلب من ربنا الحلال والحق وكذا وأن ربنا يحفظ علي قلبي ويمتعها بزوجها وبمالها وبالحلال اللي ربنا عطه لها فتجري ورا السراب وتنتهي القصة بإيه سراب هو ده فده نوع برضه من أنواع التفكر يبقى ذكر بتفكر في الحاجات دي لما نقول إيه سبحان الله أمنتوا بالله الله أكبر من كل الملازات ده ذكر الأيام دي الله أكبر من كل كل الشهوات الله أكبر من كل الحاجات دي فتبقى إيه منسبح ربنا سبحانه وتعالى وكل صورة بتبقى أو تصور من صور القرآن اللي احنا ماشيين وراه سواء مثلا طلب أو غاية خلي بالك ما تبقى السراب وتبقى حقيقة الأموال اللي انت جمعتها وخزنتها دي السعادة اللي انت بتسعالها دي الوقت اللي انت مضيته كده ومهوش في طاعة ولا عشان تعمل نفسك قدام الناس صراب كل ده صراب والناس دولة اللي بيزهروا لك محبة وانت بتسعى وتتنفس في رضا صراب وديجي الأمر في الآخر ايه خلي بالك ده صراب أما الحقيقة هو ربنا وعبادة ربنا في حديث الحديث دوت في صحيح البخاري مثله بيقول على مين على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الحديث ده جميل جدا مثل النبي كمسل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة واتبعس داعيا بوعس داعين هو النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة طب جميل ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقها يعني شوفوا ايه معنى الكلام ده فقال بعضهم إنه نائم ده مرحش عشان كناي مش عاوز يصر قال طب العين نايمة والقلب يقزان طب افعل قالوا فالدار طب سرها اللي هي الجنة والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمد فقد عصى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين الناس واحد دخل واستجاب والتاني لا طيب أعمل ايه وكبر الله في الأيام دي احنا عندنا قلنا في الأيام دي تكبير مقيد لو بعد كل صلاة بقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلهي لله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد وعندي تكبير مطلق بكبر فاكرين لما قلنا خصائص الله أكبر يعني ايه يعني الله سبحانه وتعالى اختاروا الجملة دي كلمة الله أكبر وخصها بكل الخصائص والأحكام اللي مش في غيرها مثلاً مثلاً الكلمة اللي هي دي خاصها بإيه؟ إنك تذكرها وتتعدد أحوالها وتتنوى أحكامها وبترتب عليها أشياء التكبير مشروع في كل المواطن للكبار والصغر ومواطن الكبيرة على فكرة والمواقف العظيمة والزمن والمكان اللي الله سبحانه وتعالى عظمه بصي كل الجموع في الجهاد الله أكبر في النصر الله أكبر التكبير نار ولا عايزة هتطفق قول الله أكبر التكبير لدفع الشياطين الإنس والجن يخنس تفكر يخنس الشيطان ويصور عجبه أول ما قول الله أكبر ويجري لما يسمع الأدن مش قادر يسمع الأدن فيجري عشان كده يكبروا التكبير شعار المسلمين في الأذن وفي الصلوات وفي الأعياد وفي المعارك ابن حجر كان بيقول أن التكبير ذكر مأسور عند كل أمر فيه هول وعند كل حادث حتى فيه سرور كبر ويسجد سجد شكر الله التكبير بيصاحب المسلم في سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل مسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف اللي هو كل مكان مرتفع ولتكملوا العدة ولتكبيروا الله على مدك وإحنا شرحنا الكلام نقولنا بكبير رنه هداني للإيمان وأن العمل الصالح فالله سبحانه وتعالى شرع التكبير على الرزق وعلى الهداية وعلى النصر الباقيات الصالحات منها الله وتكبير وتهليل وتسبح وتحميد والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بلا أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلى الله والله أكبر ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال الرجل اسمعوا بقى الجمال إذ قال الرجل من القوم الله أكبر وكبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقاء الكلمة كذا وكذا فقال الرجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء لو عايز أبواب السماء تتفتح لك قبل الدعاء وده من السنن عشان كده ابن عمر قال فما تركت هن منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده تفتح لها أبواب السماء الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيل الحديث تاني بسمعه التسبيح أنا بقول لكم فوايد الذكر يتقولوها لما نعرف قيمة الحاجة القلب يعمل التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه تملأ الميزان والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض ده حديث أخرجه أحمد بس الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون ممن سقل ميزانهم بذكر الله سبحانه وتعالى يبقى الله وأكبر الله وأكبر الله وأكبر لا إله إلا الله الله وأكبر الله وأكبر الله اوعي فدكو الذكر في الأيام دي ونبقى تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إحنا يا رب اللي ذكرنا الله في الأيام المعدودات اوعي دع منكو الدعاء الدعاء مازال مستجاب على فكرة أيام جميلة جدا جدا في الفترة دي إن شاء الله يا رب يجعلنا منهم قولوا أمين وكل عيد وانتو طيبين وذاكرين الله كثيرا وذاكرات وأن ربنا سبحانه وتعالى يستجب لنا الدعوة قولوا أمين ما تنسوش تدعو للناس والأمة كلها إن شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعة ناخد الأسئلة اللي على اللي فأسئلكم فاصل وعرض لكم بسرعة بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجعنا لكم بعد الفاصل كده كل عام أنتم بخير محمد فوزي عيد أطحى مبارك عليكم وعليك يا أستاذ محمد عمري ماهي ربنا يبارك في حضرتك بتقدم محتوى فيه جزاك الله خاني يا محمد كويس إحنا بنفرح أن الرجال بيسمعوا علشان وصاية للرجال سامة بتقول يا دكتور عايزة تواصل مع حضرتك خاص مش وصلت ليه بعتي الرسائل وقت سهول رقمت ليه موجود عندك على الشاشة بعتي الرسائل وإحنا نجاب أو نتصل وقول أكلم الدكتورة وهو فريل إعداد سهتصل بيكم إن شاء الله احكينا قصص عن فقد الضنة وإزاي الصبر رانا وليد خليني يا رانا أتكلم لأنه طبعا الموضوع ده ماسس ناس كتير فقد الإبن لازم نبقى فاهمين أننا في الدنيا دية إن أجلا أما عجلا وأن الدنيا دية ضرب وابتلاء لينظر والله سبحانه وتعالى من عدله ومن حكمة فعله ومن تمام حكمة فعلي ومن خيرية الفعل بتاع الله سبحانه وتعالى وقدر ربنا فينا خير إنه كل أقدره خير مطلق وحكمة مطلقة مطلقة شوفوا شوفوا بقول لكم إيه فلما الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالفقد فقد الإبن الزوج الحبيب فقد الأحب علينا أهلنا الأب الأم الأخ كل الحاجات دي مطالب مننا إيه أولا ما يبتلينا الله سبحانه وتعالى بالأمر إلا أن نحن وصعه ليه أنا مصدقة ربنا أنا مش هصدق أي حد أنا مصدقة ربنا والله سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا إلا أي رب إلا وسعها فالله سبحانه وتعالى ما يكلفنا تكليف إلا والنفس وسعه لكن تبقى شواغ دبالك وتبقى شواغ دبالك وبتبقى يعني وقع الصدمة بيبقى صعب تبص تلاقي أمي تبكي رضيعها وتبكي ابنها وتبكي الشاب اللي كان عندها كانت أمر طبيعي أمر طبيعي لأن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفروقك يا إبراهيب لمحزنون أمر طبيعي أنه نحزن ولكن ما نخليش الحزن يطلعنا بره إطار استغفر الله استغفر الله معترضين على قضاء ربنا أو يبقى الحزن يخلينا نعترض أو استغفر الله ما إحنا شردين بحكم ربنا في الأمر أو ليه يا رب استغفروا كلمة ليه يا رب دي مصيبة برضه ليه يا رب كده ليه يا رب خلتنا لا 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 خالص ده اعتراض على قضاء الله وكأني بقول ربنا مش واسك أستغفر الله في قررتك ولا واسك أفعالك ولا والكلام ده غلط بقى أنتك استغفر الله فنحزن ولكن لا يسنين عن طاع ولا يبعدنا عن طاع ولا يخلينا نطلع بره اعتقاد قلبي احنا راضين يا رب بالأمر ده ليرى ايه بقى الرسوع السلام معدي على القبر وامرأة تبكي فقيدها على القبر فقال لها ايه يا اصبري واحتسبي قالت له إليك عني كنتش تعرف النبع السلام إليك عني فلم يصيبك مصابي فأنت مصيبك فواحد ما عدى له أنت ما تعرفيش مين ده فقالت له لا قالت له ده رسول جرت وراء قالت له أصبر يا رسول الله أصبر قال لها إنما الصبر عند الصدمة تقول هنا يبان حال الإيمان فإحنا واجب عنص الله العفو والعفو والعفو للأمة كلها ونصال الله العفو والعفو للناس وطبعا فقد الدنة صعب فقد الدنة يعني مجرد بس كده الواحد بيتحط في موقف ما سيقولك ايه ده ابنك مش عارفة راح فين وخلاص صفوه والعملوه ولا كذا مشاعر القلب في الوقت ده مشاعر قتلة جدا وصعبة جدا ولكن أتذكر على طول والله كان ليه واحد صاحبتي تقولي أنا معرفش في موقف المدة أنا سبتت إزاي ومعين أنا بقول استحالها أعرف أصبر واستحالها كذا لكن الله سبحانه يسبب الله سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه نسترجع إن لله إحنا بتوع ربنا وإن إليه راجعون وإحنا راجعين لله سبحانه وتعالى ويا رب لك الحمد يا رب قال له إيه حمدك واسترجع ابن العبدي بيت في الجنة سموه بيت الحمد فإحنا مأمورين بالأمر ده ونستعان بيه هابن نستعان بالله وبالدعاء إن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه فأنا مش عايزك تزعلي ودايما نحتسي بقوله يا رب احتسبت حزني عندك يا رب وخلي بقى طقت الحزن اللي عندك دي والغم دي بدل ما أغمر نفسي فيها لا أغمر نفسي بأمر تاني اللهم إني رضي عنه يا رب دخلوا الجنة يا رب ما اتعوه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب فعله كذا يا رب كذا هو ده اللي تقولي وده اللي يبقى لسان قلبك ولسان حالك أوجه الحزن لدعاء إن الله يرفعه في الدرجات إن شاء الله وإن كان دون الحلم يعني ما بلغش يبقى يعمل إيه يبقى اللهم بارك الله مبارك سيدنا إبراهيم بيحفز القرآن فإحنا محتاجين الأمر ده إن إحنا نفرح بإن هو عند الله وعند نبي الله وعند خليل الله يحفظه القرآن يطلع حافظ للقرآن الله أعلم لو كان معاكي في الدنيا أما لو كان بالغ نحتسبه وندعو له ونصبر على الأمر ده بالإستعانى وبالدعاء بالله سبحانه وتعالى وقار الله من أنفسنا خيرا حبيبة الشيري بتقول أنا عايزة أتقرب من ربنا أعمل إيه بص حبيبة ده سؤال ده عايزة لعشرمائة حلقة لكن خليلا نقول أتقرب من الله سبحانه وتعالى أول حاج إن أنا أشوف أدي أنا مقصرة مع ربنا سبحانه وتعالى أدي إيه أنا يعني عملي ده قليل في جنب الله سبحانه وتعالى أدي إيه أنا بعمل معاصي وغفلات وزنوب وكذا في حق الله اللي مديني هوا أتنفسه ومديني حياء أعيشه وأكله وشربه وما زلت في نعم الله بتمرمغ في نعم الله وخير الله إلي نازل وشر استغفر الله لله لا نوقف الشر نستغفر ونتوب وو حدي يأسك بص يا حبيبتي الشريف وحد يأسكم من ربنا سبحانه وتعالى طالما يا جماعة الروح ما وصلتش الحلقون طالما الشمس لم تشرق من المغرب لسه طالما لسه القيامة ما قمتش ينفع عندنا توب ده أنا عملة 700 ألف مليون معصية خليها 700 ألف مليون معصية وواحد يبقى التوبة ده أنا عملة الكبائر توبش ده أنا عملة أرى هيغفر هيغفر كل شيء رأى الله سبحانه وتعالى هيغفر الله إلا أن يوش ربنا استغفر الله أقول ده ربنا مع إله آخر وما فيش رب ولا استغفر الله كذا لكن خلاف كده أتوب لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يفرح والله يا جماعة يفرح بعودة العبد التائب التائب مين يا رب حبيب الرحمن اللي بيتوب له ربنا أعرف يروح جنبك اللي بيتوب له أنت حبيب الرحمن الآن فاللي يتوب من زنب ويقول خلاص أنا قررت أتوب عن الزنب ده يعمل إيه يعتصر زنب يعتصر قلبه مش قادر مش قادر يكمل مش قادر يا رب سامحني يا رب يغفر لأخر مرة والله يا رب يا رب ما هعمل كده تاني استغفر الله يا رب ده معناه وبعدين يختسل يتوضأ من دون الفريض يتوضأ ويصلي رقعتين من دون الفريض ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويدعو إلا واستجابل حديث النبي صلى الله إلا واستجابل لا يستجيب لا ربنا هيستجيب لك وحد يقسك عايزة تقرب من ربنا تزلالي لله آخر مرة يا رب خلاص يا رب والله يا رب الزل لله ترفعك عند الله درجات عايزة تتقرب من ربنا إن الحسنات إيه يذهبنا السيئات خلاص واحد جه لرسول عليه الصلاة والسلام قال له أصبت حدا يا رسول الله ما ردش عليه النبي ولا سأله بعض العلماء في التفسير قالك النبي لم يستقصي ويسأله ويستعلم هو إيه ليه يبقى الساتر أول قالك ما للنبي سأسلم للساتر جميل جميل عملته إيه وسوته إيه لا 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 فما للنبي سأسلم للساتر فكان فيه موعد صلاة مكتوبة فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى للصحابي ده وبعد ما قال له رحلتان قال له أصبت حدا يا رسول الله قال له أصليت معنا المكتوبة أشهدت معنا الصلاة قال نعم قال أدعو الله أن يغفر لك إن الحسنات يزهبني السيئات الله ما يعني ما عادش يتقصص كده عن لا 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 وقال له إن الحسنات أتبعه بعمل صالح أكف واستغفر الله واتبعه بعمل صالح كل الأعمال الصالح كربة ليك يا رب كده اتقرب لربنا وإيه بقى وعنوان النهاردة الزكر ثم الزكر ثم الزكر ثم الزكر من هنا الآخر الحلقة من الزكر ثم الزكر لا يزال لساني رطب بذكر الله أذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا 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 صبح وليل وفي كل وقت يلين القلب ولما يلين القلب ساعة ما أقول الله لا أخاف ساعة ما أقول ده فيه كذا وفيه شهوتك راحها مش عارفة فين ولا هوى نفس العبد راح فين ولا يعمل معصيت لا 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 إني أخاف وإن عصيته ربي عذابها يا منعظم أدعو الله سبحانه وتعالى كي يجعلك من المقربين حقا اللهم أمين معاناة الصلاة أمات الله من دميات سلام عليكم يا أمات الله عليكم السلام وعحمة الله وبركاته أزاك دكتورة هالي الله يبارك فيك يا حيوتة الله يكرمك شكرا لك يا أمات الله جزاك الله خير ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله مش هطول عليك يعني أحسن موضع باقتصار ومحتاج رأيها باقتصار أنا عندي 27 سنة من ثلاث سنين معي بالنوسة عندها خمس سنين اتقذم لي ناس كتير وفي البداية كنت رفضة لأنني أتبوت ثاني عشان خوفا على بنتي وخوفا إن أنا خلص يعني تقريبا مما كانش عندي خلصتك أحس فبعدين يعني بكلام الأهل والكلام اللي حواليا أنني نفعش تستري لوحدي كنت محتاجة أفضل بنتي كمان ففكرت في الموضوع ثاني بنتي كان ليا شروط أكيد عشان ما قررش التجربة الأولى ثاني وكان كان الانفصال كان بناء على فراري يعني لأسباب كتير كان إيه حاليا في حالة متقدمة دلوقتي كتبقى زوجة تانية أنا كنت رفضة المبدأ في الأول لأن جالك تبقى زوجة تانية حيبة في مشاكل كتير وكده وانا يعني خلاص مش هتحمل مشاكل كتير كفاية لفات فالمتقدمة دلوقتي شخص كبير بكل المميزات هو يعني هو متزاوبة ومحافظة وشغلت ومحافظة تانية الوضع اللي هو فيه مش مناسب لذوق تتجيه مع البلد اللي بيشتغل فيه حيبة تقريبا خمس سنين أو أكتر من الوضع ده يقرر هو يتجوز تاني عشان مش مرتاح اللي هو فيه حاسس أنه يعني كعازب أو كده وفي كل المميزات الخلق والدين وانا كنت شرطة اللي يتقدم لأن بنتي تبقى معايا عشان ما تتحرمش من الأب والأم بس فأنا خايفة يعني رأي حضرتك حيثة مدى نجحة الزواج التاني ده وإذا إن أنا لو إن شاء الله وفقيت إن أنا أنجحها وإذا حافظ على بنتي ممكن باباها من نوع اللي يعمل مشاكل إن بنت ما تترباش مع رجل تاني وإذا أنا أمن نفسي يعني أنا حطيت كل الاحتمالات لما الفطة بتتقدم إن ممكن الزوجة تخيرك بنجد الأولاني أو الثاني واشترط أني يجب أن تكون عارفة عشان نقلل من المشاكل بعد كده عشان رد فالي يبني من دلوقتي ولا إن كنت بس مع حضرتك أن تنسى الفضلة بينكم عشان أنا إن شاء الله عاوز يعني أكيد حبيته أو تعلقت بيه ما تحملش إن هو يبقى مع واحدة ثانية بس أنا فكرت بعقلي أكتر قلت لازم أتنازل شوية عشان بنتي تبقى معي عشان بنتي تبقى معي لازم أتنازل شوية وفكر بعقلي أكتر من قلبي لأنه خلاص يعني دي كان أكتر حاجة مهمة من الزال اللي بنتي يبقى معي هو وهو وافق قال أنا مستنى بس يعني خلاص أنت وافقته أبدأ أتكلم مش أتكلم من غير ما إذا إحنا عملنا حاجة لما قدنا موافقتنا المبدئية بدأ فهنا يفتح في الموضوع وثابت البيت وكان في حتى أقول أنني كنتش متوقع كده وانا زالت لما عرفت حاجة زي كده قلت لأنني مش هاب نساعدت على حساب بيت ثاني أو خراب بيت ثاني فقال أنا لازم هعرفها إذا أنتم مشتراتين النيات تكون موافقة أو لا وطول لا 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 هيا يقدر وافق بس نشوف رب الفعل هو اللي هيركم الوضع سيبقى إزاي فهي الوقت مصدومة ولأ ومش هينفع وحتى عرضنا عليه طب بعد كده رفضت وده حق إن أنا تجوز ثاني وأنا محتاج إن أنا تجوز ثاني تمام تمام سماعين يا أمات الله يعني أنا بحقيكي على رجاح عقلك صراحة ودعو الله سبحانه وتعالى يسددك ووفقك للي ما هو خير أولا موضوع الزواج الثاني جميل جدا أن أنا المعنى الطيب للزوجة وخصوصا اللي متقدم لها أنها تبقى ساعدتها وده أول حاجة بنقول على تعاست وخربت تاني وجميل جدا جدا عايز زواج تاني وخط القرار وإنت راجل قد تنفيذ القرار إنت قد تنفيذ القرار ودائما الراجل يا جماعة خلاف الست في اتخاذ القرارات يعني الست بتدي إيه بتدي أفكار بتدي إيه رأيك في كذا بدأ مشاعر جواها بتطلح لكن الراجل لما بيقول الكلمة بتطلع بيبقى في دماغه تنفيذها هنخرج آه فالخروج يبقى واحد اتنين ثلاثة هتجوز يبقى واحد اتنين ثلاثة مصاريف وعواقب الأمر فما خد قرار أن أنت تتجوز كمل قرارك كراجل وأعلم زوجتك يقول طبعا هو شارع أنا هي غرم طالب أنه يعلمها غرم طالب أنه يسبب كل الكلام ده جميل ولكن إحنا بنتكلم في نقطة أصل جميل لا تنسوا الفضلة بينكم لأن هي فعلا ممكن بعد تعلمها أنك هتتزوج تقول لك لا أنا هيك وتعمدت أن أنا سألك السؤال عشان نعرف في البقية هل هو فعلا طب ما يجيبها ما الفلوس اللي هيصرفها على زوجة تانية يصرفها ويجيبها في البلد أو المحافظة اللي هم المفروض أن هم بيشتغل فيها فأنتي قلت أمر فايزة قلت هي أولا لا وهي رفضت طب أنت رفضت أنك تعف في زوجك وأنك تبقى في مكان عمل الزوجة مطرح ما زوجها ده إحنا لسه بنتحال على زواج المقتربين واللي مسافرين واللي كذا أرجوك شوف أي وسيلة وده الله سبحانه وتعالى تاخد بالأسباب وتجيب زوجتك اللي أنت في بلد وهي أنت في قرى وهي في قرى تانية خالص وتبقى هي قعدة بالخمس سنين بدون زوج وانت كذا فما بالك هو هو اللي بيقول لك هوت يعني هو بيقول للزوجة الأولى تعالي تعالي عشان تعفيني وتعالي عشان يبقى مكاننا كذا وهي اللي رفضها فأنت أدام رفضت لتحملي نتيجة الرفض الزوجة اللي ترفض أنها تبقى مع زوجها وأنها تعف زوجها وتبقى في المكان اللي فيه شغل زوجها وما تلومش علينا إيهني ده راجل ما بيستحمي يعني أمر العوز والاحتياج الفطرة اللي ربنا خلقها في قلب كل إنسان وفي الرجال أكتر ما بيقطرش ولو على الطنور سيبيه سيبي الدنيا تتحرق وقوم يلبي احتياج زوجك فهو قال لك وانت رفضتي خلاص يبقى النقطة دية إن شاء الله إيه ما فيش يعني تقنيب ضمير ولا مش عارفة إيه إن إحنا كذا الأمر الثاني الجاي جدا إن أنتوا قلتوا أعلمون إن هو يعلمها مرحلة الرفض ده أمر طبيعي ما في الزوجة بتوافق حتى لو هي غلطة حتى لو هي السببب حتى لو إيه ما في الزوجة بتوافق إن هي تعمل موضوع القرار السليم برده لأنا بقولك الحاجات الصح اللي أنت تخصيها موضوع إن أنا دين بنتي تبقى معايا وحكم عقلي وأمر الغيرة إن شاء الله فيه توازن هو وافق بالبنت ووافق وانت خطبت عقلك إن أمر طبيعي إن يحصل غيرة وانت دخلة على زوجة تاني بص يا بنت لو عرف زي أنا بقولك هو لو عرف ودي نصيحة مني لو عرف إن هو يمشي أموره في البيت الأولاني والزوجة الأولانية قالت خلاص أنا موافقة على الزواج والدنيا وانا مش أقدر راجي معاك فارح وتزوج ويبقى لبيت خلاص معرفش يمشي ويحل في المشكلة دي ولا عارف فيه استرّف أو قال خلاص يا جماعة أنا زوجتي كذا هتعمل وخلاص وانا مش ناقص مشاكل وكذا اللي مش هيقدر يواجه دلوقتي ها اسماعي ويقدر يحميك ويواجه ويدافع عن فكرته أو رغبته أو طلبه مش هيعرف في واجهه بعد كده فهي ده المفصل ده المفصل في الفترة دي كتير جدا جدا واخد قرار للزوج تقوله وبعد زوجة الزوجة التانية حامل تيجي الزوجة تقوله أنا راجع الله وطلعه وانا حامل يوم جاي سايبها فالأمر ده نقطة مفصية يقول ده اللي هيبين لك الراجل ده أهل أنك انت تغديه زوجه ويبقى أبو البنتك ولا لا موضوع بقى الزوج الأولاني وما يرداش وما ترداش نقطة ربا في الراجل تاني ما رديت بالطلاق وعملته مشاكل ليه كان ممكن تحل وتحتوي وبنتك تبقى معاك عليك بالدعاء والدعاء والاستخارة الآخر لحظة بين لي يا رب اقدرني الخير يا رب اكفيني يا رب بشر الناس اللهم بغي الحلال وبغي لا نحرم الزواج التاني ولا نقول كذا ولكن ناخد الأمور اللي ما تمنعش مشكلة مش أخرب بيت عشان أعمر بيت تاني أو ما كونش راجل قد تصرفاتي أظلم الأولى وأظلم تاني تزوجك خلاص وكتب عليك ودخل بيك وخلاص يبقى عندي الحديث للأولى لا تسعى مؤمنة في طلاق أختها ما خلاص ما ينفعش طالما خلاص تزوجها خلاص نعمل إلا أن يشاء الله رب شايد وادع الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحل والمال الله ومأمين يا رب معنا أمو حبيبة من القاهرة سلام عليكم يا أمو حبيبة الله يبارك فيك حبيبت الله يكرمك اتفضل سلامتي طيبة من طيبة حبيبت ربنا يا كريمك يا رب أنا قلت تكلمتك من فترة أي وأحتحل فانت صلاة وكذا فأنا ما حتومي أتكلم قدرتك على الخاص يعني تكلمتيني من فترة عشان إيه قليلي عشان أنا من سمع عشان طلاق عشان طلاق اللي هو كل شوية حلفان الصلاة اللي هو كل شوية عشان ربالة وحورات دي لا فكريني تاني عشان مش بكرة اللي هو لما قلت لحضرتك إنه قلت لحاجة بيحلف علي الصلاة وانتي قلت لك كلم معاه وكذا يا مين طلاق حلاف يعني قال اللي هو حضرتك لما قلت له لأ انت أتكلمه مع بعض وكذا فأنا أنا أحتاج أتكلم حضرتك خاص لأن الموضوع تتصور بذيئة أنا أحتاج أتكلم طب يا أستاذ أحمد الله يكرمك أستاذ أحمد خذ الرقم الله يكرمك وإن شاء الله نكلمك نكلمك بعد الحالة أم حبيبة من القاهرة أم حبيبة حاضر هناخد بس مجموعة من الرسائل اللي عندنا قريبا ما شاء الله السماعة كميلة تمام خلينا بس نعدل كده دكتورة هالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي 25 سنة ومتجوزة بقالي 8 سنين وعندي ولد وبنت البنت أكبر عندي ولد وبنت الولد هو الأكبر 7 والبنت 6 القصة أن أنا اتجوزت وأنا عندي 16 سنة وغزب عني اتجوزت حاولت عيش وما زعلش أبويا وأمي وكان بعد شهرين من جوازنا ابتدى يطلب مني طلبات حرام وأنا كنت برفض رفض تام وكان بيدربني ويجتمني وبيهني بسبب أن أنا برفض الأمر ده مع إني ما كنتش أعرف أن الحاجة دي حرام بس ما كنتش برد عملها وكنت بخاف من الألم والضرب بس ما كانش حد مفاهمني يعني إيه الحلال والحرام في الجواز المهم حاولت أحبه وأتصرف معاه لكن ما قدرتش كرهته جدا وظلت مستحملة عشان العيال وإحنا في بيتنا ما عندناش بنات للطلاق بالله عليكم يا كل أب وكل أم بغض النظر عن المشكلة دي ما تحطوش القاعدة دي أساس ده مش في دينا الله سبحانه وتعالى عمل لنا الطلاق حل لمشكلة ما هوش مشكلة أنت خاف من إيه يا سبحانك يا ربي يعني الله سبحانه وتعالى أمر وأجازه يحل لنا مشاكل لأ تعرض وتتبهدل ولا غض النظر عندي أو غيرها عشان خاطر كلمة ما عندناش بنات للطلاق يعني ده كلام المهم قررت أسيب البيت وأمشي وروحت عند أهلي وحكت لهم كل حاجة أن أنا شفت معاه بس قلت له مش هروح تاني ولكن بعد شهر روحت البيت عشان خاطر أولادي المهم بعد ما رجعت وكان كويس وتعدل شوية المشكلة أنا مش حابة لعيش معاه حتى لو بقى ملك من السماء أنا خلاص دي كانت بداية المشكلة عايزة منك تحاولي تحلها لي وشوف الرسالة وكلميني أنا أقسم بالله بقالي 8 شهور بموت حرفيا بوس يا بنتي أنا عايزة أقول لكم على حاجة أي شيء بنتمناه في الحلال الله سبحانه وتعالى بيحط لنا البركة فيه أي شيء أنا بسعى إنه هو يكون حلال الله سبحانه وتعالى يضع البركة يحات السعي بالبركة يحات السعي في الحلال بالبركة الحاجة الحرام رغم إن فيها متعتك هي حرام والله ما ينفعش أصلا الإتيان كالبهائم ده ما ده البهائم اللي بيعملوا كده ما ينفعش الإتيان كالبهائم وما ينفعش أأتي الأمر بالشكل المحرم ده هي كرهت ليه لأنها معصية يا بني هي معصية هتكرهك وتكره الأمر وبتقول رغم إن أنا ما كنتش عارف إنه حرام يعني إن شاء الله إحنا هنحاول نعمل حلقة على الموضوع ده ونشوف المحرمات في الإتيان المحرمات في الأقوال في اللمس في الأوقات إمتى الوقت المحرم وإمتى الوقت المباح وأنهي قول عندي قولان في الوقت المحرم وأنهي أعمل والكفارة بتاعته إن شاء الله أوعودكم نعمل حلقة كاملة على الموضوع ده لكن أنا أنا مستمع الحمد لله لكن أنا دلوقتي أهم حاجة عندي إن تمام في أهم حاجة عندي في المشكلة دي إنك أنت قررت إنك ترجع ما تفتحي معا كلام ما تتحوري معا وإن شاء الله أنا حاول أجاوب على سؤالك ده ونبتدي به حلقة خاصة تانية عشان طبعا وقت حلقتنا انتهى أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك بصلاح الحال وكل بيوت المسلمين كل سنة وانتو طيبين اوعي فكوا الزكر في الأيام دي ولسانك لا يفطر وشوفي سواب الزكر وعود يقوليه مع نفسك ومع قلبك الأول وبعدين نشريه في اللي حواليك أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل لنا العيد أعيادا عديدة ومديدة واسنين في طاعة الله سبحانه وتعالى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك ترجمة نانسي قنقر عن بعض دايماً مشهولين وبعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حطان بس المسافة بقت سنين حطى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تاهم في إحساس من هالحنين كل الحاجات متغيرة اللي ضايع يا تارا لكل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة